بس قبل ما اتكلم عن القصة دي عايز بس اقول حاجة مهمة فيما يخص كأس العالم الانداء اللي هيشارك فيه الاهلي في 2025 بالنظام الجديد اللي فيه 32 فريق منهم 12 فريق من اوروبا اربعة اللي خدوا اخر اربعة بطولات والتمانية التانيين من التصنيف الاعلى في الاتحاد الاوروبي الكرة القدم يعني ايه؟ يعني فيه 12 فريق قوي جدا هيلعبوا هذه البطولة اللي هيشارك فيها الانداء الاهلي في 2025 احنا يا جماعة دلوقتي في سنة كام في 2023 الانداء الاهلي هيبع عنده فترة الانتقالات الصيفية في 2023 فترة الانتقالات الشتوية في 2024 عنده فترة الانتقالات الصيفية بتاعت 2024 وغالبا فترة الانتقالات الشتوية بتاعت 2025 يعني عنده اربع فترات انتقال اتمنى بقى من النادي الاهلي يكون عامل خطة هنمشي مش هقدر اقول طويلة الامد عشان احنا منتكلم في بطولة بعد سنتين بس بسرعة النادي الاهلي يعمل فريق قادر على المنافسة في هذه البطولة امام هذه الفرق الكبرى خد بالك هنا البطولة اختلفت تماما تماما عن نظامها القديم بمعنى ايه؟ بمعنى لو كان النادي الاهلي بيوصل لنصف نهائي في النظام القديم ويلعب عتايته الرابع وياخد البرونزية فهنا النظام بقى صعب جد هنا بقى بطولة هتتحطف مجموعة فيها اربع فرق ممكن يجيلك في الائتين من اوروبا فرقة من امريكا الجنوبية فتنها نفسك بتودع من دور المجموعات للاعبت بقى دور الستاشر ولا التمانية ولا سيميفاين ولا الكلام ده كل فالبرونزية في 2025 هتبقى حاجة غالية قوي قبل كده مش هقول سهلة بس انت بتلعب لك مطشين تخش تاخد برونزية هنا لا هنا لا موضوع بقى صعب جد فانت عشان تخش بقى البطولة دي وانت تجامد جدا محتاج فرقة تقيلة اوي اوي عشان ما يبقاش ظهور النادي الاهلي التاريخي قبل كده اللي كان فيه برونزيات وكان فيه ارقام عظيمة جدا ما يبقاش حاجات معدية كده ما يبقاش حاجات صغيرة ففرقة حلوة للنادي الاهلي يشارك فيها في كاس العام الاندقى 2025 هتقولي الفرقة اللي دلوقتي مش حلوة هقولك ما قصودش ما قصودش يا عام بس دي مش هينفع تشارك في كاس العالم للاندقى 2025 بالنظام الجديد محتاج شغل كتير اوي شغل كتير اوي فرقة تقيلة اوي هتلعب في بطولة فيها اقوى 12 فريق في اوروبا يعني مثلا مثلا يعني هتلاقي ريال مدريد هتلاقي تشيلسي دول الضمنه يعني هتلاقي مانشستر سيتي هتلاقي بريس سان جيرمان هتلاقي بارشلونة نبول عسمي الميساليان فتخوا بالك مش